اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او املأ الفراغات بكلمة من القائمة اه يعني املأ المكان الخالي او الفاضي او الشاغر يعني انا هنجيب لك ست كلمات عليهم خمس جمل كل جملة محتاجة كلمة الكلمات دي مش هتكملها من عندك من دماغك لا ده مش ده انا بقول لك خد الكلمة المناسبة بالكلمات اللي هي اللي هي في اللستة في القائمة وخدها اكمل بيها تمام كده جميل دي فكرة السؤال اللي هو فيه الانزازبيسيس وزوردس فروم زالست طيب يعني احنا محضر لكم كده مجموعة من الكلمات المهمة في الترمنولوجي والكلمات يعني اللي بتتكرر في الامتحانات والاساسية ماشو هنشوفوها طبعا هو في الامتحان مش هديك الكلمة مترجمة بالعربي ده واحد ديك ست كلمات انجليز وعلم خمس جمع لأ ده انا بترجم لك الكلمات وحنقول لك امتى تستخدم الكلمة دي يعني حتى لو انت ضعيف في اللغة ومش عارف تترجم حنديك مؤشق كده نقول لك اللي لقيت كلمة كذا تدور على كذا اللي لقيت كذا حط دي تمام ده بالنسبة للطالبة او الطالبات اللي هو مصدام تعمل جدا واحنا من حقنا ان احنا ناخد باديهم اما الطالبة الكويسين اللي هم الاغلبية يعني والحفظين وفاهمين وكده حيحله ان شاء الله كله حيحله عندي اول كلمة انترانزيت اسناء النقل انترانزيت اسناء ليه النقل طب انت عارف اول كلمة دي اسناء النقل يعني ممكن البضاعة زي جودز البضاعة يعصى الله حالة دمجد يعني تلف وانا بننقل البضاعة من مكان لمكان من عربية العربية من وسيلة نقل لوسيلة نقل ممكن يحصل له دمجد يعني تلف الجملة اللي حلا فيها كلمة دمجد يعني تلف تمام كده دي حنحطها مع كلمة انترانزيت جميل تاني كلمة انكم تاكس انكم تاكس ضريبة الدخ طب ضريبة الدخ دي من اللي بتحصلها زاستيت الدولة طب الدولة بتحصل على ايه from employees salaries employees salaries بتاخدها من المرتبات الموظفية اه زي احنا مثلا ضريبة المرتبات اللي بتستخطعها من المنبع بتستخطع ان حجز من المنبع قبل ما بض مرتباتنا الدولة بتكون خصمة الدريبة تو بتدينا الصافي يبقى كلمة انكم تاكس ضريبة الدخ دي مين اللي بتحصلها زاستيت الدولة مش كده يعني مش الحكومة جافر نمينتي عمي قولك الدولة زاستيت بتحصلها منين from employees salaries من مرتبات الموظفية طيب جميل تالت كلمة receipt receipt يعني ايصال حرف ال-p ما بيطنطاش receipt ايصال ايوه بقولك ايه بقولك لما تدفع الفاتورة دي اطلب ايه ايصال اطلب ايصال سداء ده ايوه عشان ما يجيش الدائنة والباع بعد كده يطلبك تاني بالمبلغ ده انت امك او انت ابوك لو بيقولك خد الفلوس الدائنة عمك فلان ونسدد هالو هتمنوا وصلوا ان اخد الفلوس يبقى receipt ايصال يبقى كلمة ايصال دي بنستعملها امتى امتى when you pay the invoice حينما تدفع الفاتورة بتطلب ايه ريسيت ايصال تمام customs dotis customs dotis رسوم جمركية تمام كده وكلمة dotis رسوم وكلمة تاكسس ضرائب التلاتة دول قريبين في المعنى customs dotis رسوم جمركية طب يا ترى الرسوم الجمركية دي دي بتتحصل فين هي تاكسس خد بالك ايوة تاكسس يعني درائق بتندفع لإيه لمصلحة الجمرك customs تمام طيب reminder اشهر واهم بكلمة reminder اختار بالدفع اللي مش هيدفع الفاتورة هنبعت له ايه reminder اختار بالدفع يبقى لو انت didn't pay the invoice بدفعتش الفاتورة زي company الشركة هتعمل ايه هت send you وتبعت لك reminder اختار بالدفع جميل نجي كلمة re insurance re insurance دي معناها اعادة التأمين واعادة التأمين دي احنا كناس تجاريين عندنا في مادة سوق الاوراق المالية في الصف الثالث كلمة اعادة التأمين اللي هي المشاركة في تحمل الاخطار اه يعني شركة التأمين ممكن ما تدرش تدفع التعويض للمؤمن لوحديها فتشارك تعمل شير تعمل مشاركة معها لشركات تأمين اخرى يبقى باختصار كده تلايي re insurance دور على كلمة شير مشاركة طيب تعريفز برضو رسوم جمركية الله يبقى كستام زدوتس رسوم جمركية تعريفز اللي هي التعريفة الجمركية تمام كده اللي هي بتساو تاكسيس درائب تمام طيب كارير الناقل او الشاحن كارير الناقل او الايه الشاحن اللي هي ايه اي شركة اي كامباني ترانسبورت جودز ترانسبورت جودز بتنقل البضائع طيب ديب ريشر ديب ريشر كلمة رحيل او تحرك او اقلاع اقلاع الطائرة قيام الطائرة رحيل الطائرة في رحلة الطيران فلايت نمبر كذا المتجه مثل ايه تو لندن الى لندن الى تو باريس اه تو مثلا ايه توكيو اه يبقى كلمة ديب ريشر دي اللي هي رحيل لازم تلاقي معاها كلمة فلايت رحلة طيران كلام جميل ووتشنج مشاهدة ووتشنج مشاهدة بتقول لي بتشاهد ايه اه المباراة مثلا يعني زا جيم المباراة اه بتشاهد زا تليفزيون تليفزيون بتشاهد مثلا زا فيلم الفل اه لا انا اقول لك حاجة تانية انت بتقول لي مثلا يا فلا انت راجل لم تنى القصط من التعليق بتعلمتش تعليم عالي يعني بس بتتكلم انجليزه كويس طب انت تعلمت الانجليز لفين بتقول لي من مشاهدة الافلام الاجنبية في التلفزيون يا سلام من مشاهدة الافلام الاجنبية في التلفزيون اصبحت عندك لانجوتش لغة وتقدر اسبيك تتحدث وتعمل كونفرنسيش وحاجات زي كده اه يبقى من المشاهدة اللي هو الايه مشاهدة انجليز ايوة فيلمس الافلام الاجنبية تمام اخر حاجة مارجن هامش الربح مارجن هامش الربح خد بالك من البداية كده هامش الربح دي لازم تلاقي الجملة اللي فيها مثلا فيها فيها نسبة مقاوية واخدناه قبل كده في سؤال تشوز الاختيار بتقول هامش الربح على المنتجات بتاعتنا 10% خلاص يعني احنا منحطت منحدد لنفسنا هامش الربح 10% 15% 8% 12% اي جملة هتلاقي فيها نسبة مقاوية 10% 15% يعني 10% 15% طيب انا حللت الكلمات وشفت هنوظفها ازاي في الجمل اللي جاي يلا بينا بقى نيرا الجمل وحلل لكم الجمل اي اول جملة بسم الله الرحمن الرحيم she didn't pay the invoice she didn't هي لم تدفع الفاتورة الله قل لي الله حضرها ريمين در على طول سو لذلك the company الشركة sent here بعد تلاقي ريمين در اختار بالدفع تمام اتنين in order to share الله شيرة هي شير مشاركة يبدول على طول على insurance ومش كده وبس ده انت كمان هتلاقي كلمة جميلة انت هتشارك على ايه على تحمل الاخطار او المخاطر يبقى order to share the risks لكي تشارك في تحمل الاخطار او المخاطر with other companies مع شركات اخرى we do a lot of بنعمل ايه reinsurance اعادة تأمين يبقى ده كلمة share وكلمة risks اختار مشاركة في الاخطار يبقى reinsurance تمام الجملة اللي بقى كده when you pay these invoies ايوه ابوك اهو ابوك اقول لك لما تدفع الفاتورة دي اطلب على طول اطلب من الشركة او الراجل receipt ايصال حينما تدفع هذه الفاتورة please من فضلك ask the shop owner اطلب من صاحب المحل shop owner اللي هو صاحب المحل for a receipt ايصال تمام الجملة اللي بعدها companies الشركات الشركات must pay يجب ان تدفع ايه هتدفع ايه to the state للدولة فروم بلويز سالاريس من مرتبات الموظفين ايوه حتدفع لها ضريب الدخل يبقى income tax income tax tax مش taxi taxi يعني ضريبة يبقى companies must pay يجب ان تدفع income tax ضريب الدخل to the state للدولة فروم بلويز سالاريس من مرتبات الموظفين طيب الجملة اللي بعد كده زي تاكسيس الضرائب او الرسوم that you have to pay to customs الضرائب او الرسوم التي يجب ان تدفعها to customs لمصلحة الجمارك بنسميها ايه are customs dotis والله دي جميلة يعني هي اسمها customs dotis وهتندفع لمين لكاستمز وهي اسمها تاكسيس طيب هي تاكسيس هي customs dotis وتندفع لكاستمز يعني جملة من نفس الجنس من نفس الفصيلة ايبا زي تاكسيس الرسومة والضرائب that you have to pay التي يجب انت تدفعها to customs لمصلحة الجمارك تمام كده are customs dotis رسوم جمهوركية تمام الجملة اللي بعدها the goods البضائع where damaged تلافت او فسدت تلافت اه تلافت يجبها هي اثناء الصفة طالما حصلها damaged تلاف إيبا while they were in transit اثناء نقلها جميل الجملة اللي بعد كده his profit margin نسبتها مش الربح بتاعته on new computers على جهزة الكمبيوتر الجديدة 15% 15% اسمعي استاذ حسن احنا بنفهم والله انت قلت لنا طالما في نسبة مئوية في الجملة هي 15% او 10% 12% 8% يبقى حندول على كلمة margin margin يعني نسبة هامش ربح يجبهيز بروفة margin نسبة هامش الربح on new computers على جهزة الكمبيوتر is 15% 15% طيب ايوه الراجل اللي صقف نفسه بنفسه الراجل مضمن الافلام الاجنبية بس ده مضمنها ليه بيتعلم منها بيشاهد للهالس والكلام الفارغ I studied English عارف اصطدد هنا معنى ايه انا درست الانجليزي درسته مش ذكرته ما يستطي وذك استطدد ذاكره هنا معنى انا درست انجليز الانجليزي باي ووتشينج بمشاهدة lots of انجليز فيلم on television بمشاهدة العديد من الافلام الاجنبية on television فين في التلفزيون تمام الجملة اللي بعدية زا deep pressure time deep pressure time وقت اقلاع او تحرك او رحيل for flight BA 517 يعني وقت قيام او اقلاع او رحيل او تحرك الرحلة الطيران رقم 517 ازناو الان الساعة 10 و 5 داية اه يعني المضيفة بتعلن بتقول ايه على السادة الركاب الامتباه الرحلة رقم ب 517 المتجه الى كذا مثلا تمام ايه ستقوم الان هتتحرك الان هترحل الان الساعة 10 و 5 داية ايه بزاد بريشر طايم وقت رحيل او تحرك او قيام او اقلاع الرحلة رقم كذا الان الساعة 10 و 5 تمام خد بالك من الجملة اللي جاي دي جميلة ان الجملة اللي جاي بتيجي كمان في الترجمة translation if تعريفز لو الرسوم الجمهور لو التعريف الجمهور تم تخفيضها يعني لو قللنا لو خفضنا الرسوم الجمهور يترى التجارة يحصل الله تريد سوف تنتعش او تزداد التجارة اجبائف تعريفز لو الرسوم الجمهور تم تقليلها او تخفضها تريد التجارة سوف تنتعش او تزداد او تزيد طيب اخر جملة زكاريار اماشي ايز من الناقل من الناقل او الشاحن ايز اكمباني هو الشركة التي تنقل ايه جودز يبقى كلمة ترانسبورت لان الترانسبورت ايش يعني النقل ترانسبورت ينقى طب اللي بينقل من يسميه كاريار تعالفين كاريار دي ام كلمة ايه كاري كاري يعني يحمل يشيل يبقى كاريار الناقل الناقل والشاحن كبا زكاريار ايز اكمباني ذات ترانسبورت جودز تمام بكده نكون هنا الحصة الثالثة على سؤال فيل ان ذات بيسيس ويز ورد فروم زلست